السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة شيف أمير اليوم إن شاء الله جبت لكم وصفة رائعة جدا وصفة راحين يحبوها أطفالكم بزاف اللي هي وصفة الفطائر المحشية بالشوكولة ولا لبيني محشين بالشوكولة ولا دونات يعني يسموهم كما تحبو هذه الوصفة راح تكون سهلة بسيطة مكونات اقتصادية موجودة في كل بيت يعني ننصحكم أنكم متجربوها لأنه إذا جربتوها أكيد راح تنال إعجابكم فبدون إضاءة راح نخليكم مع الوصفة عنها اليوم وإذا عجبتكم ما تنسوا اشتغط على زر اللايك لإشراك بالقناة وتفعيل زر الجرس نخليكم مع الوصفة ونتمنى لكم مشاهدة ممتعة فنروح مباشرة نحضر مع بعض العجينة السهلة اللي راح نحتاجوا فيها كاس إلا ربع تحليب اللي يكون دافي راح نضيف عليها أيضا ملعاقتين كبيرتين تصكر عادي وراح نضيف أيضا ملعاقة صغيرة تخاميرات الخبز بالنسبة للمكونات بالقرام بالملعاقة وبالكاس راح نتلقاهم في صندوق الوصف إذن معلكم راح تضغطوا على عنوان الفيديو يخرجوا لكم المكونات بالتفصيل فبعد ما كنا ضفنا هذ المكونات راح نخلطهم جيدا باستعمال الخلاط اليدوي يعني حتى يدوب معنا كامل السكر وتلاحظوا أن الخاميراتكم بدأت تتفاعل في هذ المرحلة راح نتوقفوا عن الخلط ونروح نضيفوا باقية المواد هنا راح نستعمل زج كؤوس تعفالينا أو دقيق أبيض ساعة الكاس المستعمل هو كاس 220 مليلتر يعني سنستعمل حوالي 240 جرام فارينا أو دقيق أبيض لكن ما نستعملها مباشرة دائما الفارينا أو المواد الجافة يجب أن نصفوهم هكذا بشكل كامل الشوائب إذن بعد ما كنا ضفنا الفارينا أو دقيق الأبيض راح نضيف أيضا رشة صغيرة عملح لتعديل الدوق ونروح نعجنوا العجينة تعنا مباشرة حتى نتحصلوا على العجينة لتكون متماسيكة يعني ما تكون ضرية وما تكون تتلاسق في اليد بالنسبة للفارينا أو الدقيق الأبيض تقدروا أنكم تضيفوا كاس ونصف فقط وتشوفوا القوامة العجينة إذا كان نخصها الفارينا تقدروا أنكم تضيفوا لها لأنه كل نوعية فارينا وتشرب الكميات على السبائل إذن بعد ما كملت عجينة العجينة جيدة نحن نحطها في سطح العمل ونكمل نعجنها حتى ندخل فيها كامل الكميات على الدقيق الأبيض ولا بتاع الفارينا نبقى نعجنه لمدة دقيقة سين تقريبا حتى نتحصلوا على عجينة كما قلت لكم يعني رحين تلاحظوا معي القوامة هنا تكون قاسحة ما تكونش طرية بزاف وتكون يعني شوية ناشفة واشرح ندير رحنا عاود نفتحها يعني على شكل دائري ونجيب ملعقة كبيرة تحتوي على الزبدة لتكون طرية ونضيفها في الواسط ونبعد نعاود نقلق عليها العجينة يعني كما نديروا مع العجينة المورقة المخمرة نفس الشيء نقلق عليها كما رأكم تشاهدوا ونروح نكملون عجنها حتى تدخل كامل الكميات الزبدة في هذه العجينة في هذه المرحلة وانتم اتضافه في هذه العجينة وانتم تحضی أفضل في الزبدة سوف توزع بالش pada العمل لا تحق النقل من مسburger أو شئ أحتوالهم كثيرا اتضاف الفارينة وكما تجولهم اكبر وأكبر وتعطيكم قوام ماشي كامل مليح إذن كما شفتوا بعدما كنت ضغط الزبدة رح نكمل عجن جيدا حتى نتحصلوا على العجينة لتكون ضرية يعني نفس القوام تعجينة البريوش وهذه هي النتيجة النهائية كما رحكم تشاهدوا بعدما كمنا نوع عجنة العجينة جيدا ودخلت فيها كامل الكمياتات الزبدة رح نجيب الإناء اللي كنا عجلنا فيه ونحطوه العجينة ونغطوها في المالي مونتر ولا غيلة بلاستيكي ونخلوها ترتاح لمدة 15 دقيقة بعد مرور حاولي 15 دقيقة العجينة تعنا خلاص رحي ريحت واش رح نجيب دها نحطها في سطح العمل ونروح نقسمها إلى 10 قطع هنا يتقدروا أنكم تستعملوا الميزان في هذه المرحلة يعني توزنوا كامل العجينة تعكم وتقسموها على 10 وتديروا يعني كل كورية والوزن كما تقدروا أنكم تحطوها في سطح العمل كما أنا أدرت وتقسموها باستعمال الكوبات إلى 10 قطع اللي يكونوا متساوية بعد ما نكملو نقسمو العجينة تعنا إلى 10 قطع اللي يكونوا متساوية نحكمو كل قطعة ونشكلوها على شكل كورية بهذه الطريقة ونحطوها في جهة ونكمل نروح نشكل يعني كامل الكوريات بنفس الطريقة حتى نكمل كامل الكمية العجين بعد ما كمنا وشكلنا هات الكوريات كما راكم شوفو تحصلنا على عشر كوريات رح نعود نغطيهم بغيلة في بلاستيكي ولا فيلم أليمونتر ونخليهم هاد المرة يرتاحوا لمدة عشر دقائق فبعد مرور عشر دقائق رح نبدو مباشرة في تشكيل الفطائر وطريقة تشكيلهم سهلة جدا فوش رح نديرو رح نحكمو كورية من العجين يعني بعد ما كانت فاتع لها عشر دقائق وارتاحت مليح رح نفتحوها ورح نتلاحظوا أنه رح تتفتح معكم بكل سهولة كما قلت لكم نفتحوها على شكل مستطيل ولا شكل بيضاوي والسمك التحى يكون شوية لقيق بعد ما نفتحوها ونكمل ورح نجيب هنا كمية حليب وعندي أيضا كمية تاع جنجلان ولا يعني السمسم واش رح ندير رح نحكم بالبانسو وندير يعني شوية حليب في هذه الجهة ونرشل كمية تاع الجنجلان في الجهة الدخلانية ونبعد مباشرة نرفض العجينة التاعي ونقلبها على الجهة التانية ونعاود نفتحها بنفس الطريقة حتى نتحصلوا على العجينة السمك التحى يكون مستطيل بعد ما نكملنا سنجيب الجرار اللي قطعوا بها البيتزا ونشكل هذه الخطوط في الجهة التي كنا ندري فيها السمسم ولا الجنجلان يعني نشكل هذه الخطوط التي تكون شوية كبيرة ومتبعد على بالبانسو ونجيب الشوكولات التالى ونقلبها كمية الشوكولات التالى في الجهة التانية بعد ما نكمل ونقلب الشوكولات سنغلق عليها بهذه الطريقة يعني هكذا بعضنا هو أن الشوكولات لا تخرج الناس بعد أن نضيف هذا الفطائر حاولوا أنكم تضغطوا عليها جيدا حتى تبقى محفوظة في الداخل وبعد ذلك نغلقوا هذا الفطائر بكل سهولة كما لكم ترى أمامكم في الصورة نلفوا الجهتين مع بعضهم وبعد ذلك ندوروا هذا الفطائر نفس الشيء كما نشكلوا البورك ندورهم بهذه الطريقة ونتحصلوا على هذا الشكل كما لكم ترى أمامكم وطبعا كما نعرفوا في أي نوعية الفطائر إما اللي نقلوهم في الزيت ولا اللي نطيبوهم في الفرن لازم نغلقوا الفطائر تنا بإحكام يعني هكذا باش ما يتفتحون ناش بعد ما يطيبو وكما راكم ترى هذا الشكل النهائي نحطها في جهة ونروح نكمل بقية الفطائر بنفس الطريقة فكما قلت لكم نفتح الفطائر تنا على شكل مستطيل وبعد نديرهم لحليب نديروا الجنجلان ولا السمسم وبعد نشكلوا هذه الخطوط نديروا الشوكولاتة في الوسط نغلقوا عليها جيدا ونروح نلف الفطائر تنا وهكذا نكونوا تحصلنا على أروع فطائر في دقائق طريقة تحضير سهلة جدا وبسيطة في متناول الجامعة إذن بعد ما كملت كامل الفطائر هذه النتيجة النهائية كما شفتوا يعني حضرتهم بكل سهولة واش راح ندير راح نغطي عليهم طرشون ولا سربيتة لتكون قية ونخلوهم يرتاحون لمدة نص ساعة ونبعد نطيبوهم مع بعض إذن بعد مرور نص ساعة راح نديروا الزيت تعنا يسخن كما راحكم تشوفوا يعني تكمية مليحة تعزيت ديروا حلى النار لتكون قليلة حتى المتوسطة ونبعد نحن طيبو الفطائر تعنا يعني بطريقة سهلة وبسيطة واش راح ندير راح نحكم الفطائر ونحطهم في هذه الزيت طبعا الزيت تكون ساخنة لكن النار تكون قليلة يعني هكذا بشيطيبونا مليح من داخل وميجوناش مع جنين فراح نحط هذا كل الفطائر في المقلات كما راحكم تشوفوا يعني نفس طريقة طهي البينية ولا الدونات يعني طريقة واحدة راح نبدأ ونقلبو فيهم حتى يأخذوا لون ذهبي من كامل الجهات ونبعد ننزحهم بكل سهولة إذن الفطائر تعنا خلاص بدايدخلهم الطياب بدأوا يأخذوا هذا كل لون الذهبي الرائع متخافوش يعني مهم شرح نشربو لكم كامل الزيت نكمل نضيبهم كامل بنفس الطريقة ونطلقو في طبقة التقديم إذن كما راحكم تشوفوا هذه نتيجة النهائية أمامكم حضرنا مع بعض فطائر محشية بالشوكولة خفيفة طريقة بزاف بنينة ميجوش كامل من زيتين يعني ننصحكم أنكم تجربوهم لولادكم لأنه راحين يحبوهم بزاف كما راحكم تشوفوا يجو الداخل محشيين بالشوكولة يعني حاولوا أنكم تطيروا كمية مليحة الشوكولة هكذا بشيجوكم بزاف بنينة وبزاف هيلين إذن وصلنا لنهاية الوصفة عنها اليوم إن شاء الله تكون لدي إعجابكم إذا عشبتكم لا تنسوا الضغط على زر اللايك الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس هكذا بش دائما تتوصلوا بجديد الوصفات وإذا عشبتكم هذه الوصفة لا تنسوا أنكم تجربوها وتشاركوا مع أي تطبيقاتكم في جروبنا على الفيسبوك وأيضا تشاركوها مع الأصدقاء لتعم الفائدة نبقى عليها غير نقول لكم تقعوا إلى خير تهلا في رحكم نتلقى في وصفة لاحقا إلى اللقاء